اكدت عدد من الوكالات العالمية اضافة الى وكالة الانباء الايرانية مشاركة وفد قطر رفيع المستوى في حفل تنصيب الرئيس الايراني حسن روحاني المقرر اقامته خلال ساعات وذلك بعد لقاء جمع رئيس الوزراء القطري برئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني اعلن من خلاله رئيس الوزراء القطري مشاركة وفد قطري رفيع المستوى في حفل تنصيب الرئيس الايراني ما يعد تتويجا للعلاقات التاريخية من التآمر على دول المنطقة بين نظامي الدوحة وطهران العلاقات الثنائية بين قطر وإيران تنمو وتتطور باستمرار على أساس المصالح المشتركة العلاقة الحميمة بين طهران والدوحة تشهد تتويجا جديدا على منصة تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني في دورته الثانية علاقة رد الجميل والانصياع فبالأمس إيران تلعب دور الحليف الودولي لقطر وتفتح أجواءها أمام الطيران القطري وتزود الدوحة بالمواد الغذائية وفي نفس الوقت يظهر مسؤول إيراني رفيع المستوى يحمل رايات التذكير لنظام قطر قائلا إن على نظام الدوحة رد الدين وعدم نسيان موقف طهران معه في لي صريح لذراع قطر التي قطعتها بنفسها عبر سياسات سلبية أغرقت المنطقة في تبعاتها المدمرة عليكم رد الجميل وها هي الدوحة تفعل بإرسال وفد رفيع المستوى مكلل بأسماء آيات الشكر والعرفان للنظام الراعي للإرهاب في العالم نظام طهران الحليف القديم الجديد تمهيدا لإعلان فصل جديد من العلاقات القطرية الإيرانية وتتويجا للمساعي المتطابقة للبلدين في تحقيق أهدافهما في المنطقة والعالم وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية كانت قد أعلنت عن إرسال الدوحة وفدا رسميا رفيع المستوى لحظور تنصيب روحاني ولتكتمل خيوط اللعبة تهافتت قيادات حماس إلى طهران وهو ما يثبت مقولة أن الخطر الإيراني يتفرع منه خطر الإرهاب القطري وخطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابية في المنطقة العربية فالعلاقات وطيدة وباتت معلنة بعد سنوات من اللعب في دهاليز الظلام خصوصا وأن السواد الأعظم من الدول العربية رفض إرسال أي وفد لحضور حفل التنصيب تودد سياسي هجين على المنطقة العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص فإيران رأس حربة الإرهاب وفتيل القلاقل وزعزعة الأمن في دول كانت تعتبر قطر شقيقة وترعى مصالح الأخوة والجوار إلا أن قطر اليوم تثبت أن علاقتها بطهران لن يحد منها شيء حتى وإن كان ثمنه الإنسلاخ التام عن العمق العربي والخليجي وهذا التلاحم لم يأتي من فراغ إنما هو نتيجة لعقود من العلاقات والتوافقات بين النظام القطري والنظام طهران وصولا إلى فهم مشترك لأوضاع المنطقة وتنسيق متواصل في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وتطابق في الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر